اشتركوا في القناة الخطاب المناكي اللي جاء بمناسبة الاستقبال التقليدي للسلك الديبلوماسي المعتمد في إسبانيا في القصر المناكي هاد الحدث هاد كيكون كل سنة عنا نشوفه بالتبد شنو قال العاهل الإسباني على العلاقات ديبلوماسية المغاربية هنا باش كنقول المغاربية يعني كنضروه على المغرب تونس الجزائر موريطانيا جميع المناطق ديال المغرب العربي كذلك غدين هادروا على واحد الخبر اللي كيهم يعني وزارة الصحة وبالأخص الوزيرة الجديدة وشنو قالت على الأشخاص اللي كيتلقاوا اللقاح في إسبانيا بدون أن يعني يكون عندهم أولوية فيه وكذلك هادرت على الاتحاد الأوروبي وقالت بأن الاتحاد الأوروبي هو السبب في تأخير اللقاح على إسبانيا اللي كتعيش أزمة يعني أكبر أكثر من جميع الدول الأوروبية لحد ساعة هنشوفه أول خبر الإخوان وهو الحديث ديال تون فيليبي السادس على العلاقات ديبلوماسية بصفة عامة في العالم وكذلك هنشوفه شنو قال يعني في الخطاب دياله بوحد طريقة مبسطة دعا الملك فيليبي السادس يوم الخميس إلى التطلع إلى المستقبل بطموح متجدد وتوحيد الجهود لمواجهة الأزمة غير المسبوقة التي تسبب فيها الوباء على المستوى العالمي مراهنا على نمو اقتصادي مستدام في نفس الوقت الدفاع عن التعددية لمواجهة التحديات الحالية والتأكيد على الحاجة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في خطابه بمناسبة الاستقبال التقليدي للسلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا في القصر الملكي اعترفت دون فيليبي أنه عندما خاطب السفراء العام الماضي في نفس الوقت لم يكن أحد يتخيل الطريقة القاسية التي ستمر فيها سنة 2020 وقد أشار أيضا أن هناك خطوة إلى الوراء في العديد من الإنجازات السنوات الأخيرة بالإضافة إلى ذلك شدد على أنه سلط الضوء على الترابط في جميع شعوب الأرض ومواطنها وذكرنا بأهمية التعددية لمواجهة التحديات الحالية والتي ذكر من بينها تغيير المناخ وعدم المساواة أو الفقر ومع ذلك فقد دافع في مواجهة هذه الأزمة غير مسبوقة عن ضرورة معارضة إرادة أكبر للتغلب عليها قال الملك علينا أن ننظر إلى المستقبل بطموح متجدد وأصر على أنه إذا كانت هذه الأزمة قد أعاقت تقدمنا فنحن مضطرون للعودة إلى المصار صحيح بجهود مضاعفة من أجل هذه المهمة الهائلة حسب فليبي السادس يشكل اتحاد الجهود منسق أداة أساسية بهذا المعنى أكد للحاضرين أنه بالنسبة لا يمكن دائما الاعتماد على إسبانيا كشريك ملتزم بشدة تجاه المجتمع الدولي وبدأ مصلنا هنا لهاد الفقرة اللي هضر فيها على أن إسبانيا تكون شريك ملتزم بشدة تجاه المجتمع الدولي سننظر ونرى ما هو بالضبط على العلاقات المغاربية مع إسبانيا اللي هي الفقرة اللي كتهمنا أكثر لأن الخطاب دياله طويل بزاف وما يمكنش نترقل جميع النوقات اللي هضر عليها ولكن سنترقل هذه النقطة هذه أشارت دون فليبي بشكل خاص إلى المنطقة المغاربية معربا عن أمله في استئناف جدول أعمال الاجتماع مع المغرب والجزائر وتونس وكذلك الشرق الأوسط قريبا بشأن السؤال الأخير أشار إلى أن مؤتمر مدريد مضى عليه ثلاثون عاما وأعرب عن رغبته في استعادة روح هذا الاجتماع وأن يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من استئناف المفاوضات كما هو الحال في الدولتين أما بالنسبة لأفريقيا فقد أكد أنها حاضرة بشكل متزايد في السياسة الخارجية الإسبانية وأنها توفر فرصا كبيرة على الرغم من استمرار وجود تحديات كبيرة لا سيما استمرار نزاعات والعنف في مناطق مثل منطقة الساحل وفيما يتعلق بآسيا صلت الضوء على الاهتمام المتزايد في هذه القارة باللغة والثقافة الإسبانية كما شفته في أول ما قلت في هذا المقطع هذا يعني اتطرق جدول أعمال الاجتماع مع المغرب والجزائر وتونس يعني بدأ بالمغرب والجزائر وتونس وهنا يعني قد نلخص لكم أن الكلام يعني كان موجه بشكل يعني واضح للمغرب لأن إسبانيا بغى تقلس على طاولة الحوار مع المغرب يعني بغى في أقرب وقت تقلس على طاولة الحوار مع المغرب ولكن كتروا بزاف ذي الأمور يعني سياسيا وخصنا نعرفوا بأن طولة الإسبانيا حاليا تعيش واحد الشاتات السياسي ذلك الشاتات السياسي هو اللي خلا المغرب يعني يأجل الاجتماعات الخاصة مع إسبانيا ذلك الشاتات السياسي هو اللي خلاها وهنا فاش نقولوا الشاتات السياسي يعني كنهضرو على الاختلاف في الرأي داخل الحكومة إلا جين أنهضرو يعني بصارح العبارة هنا في إسبانيا كين واحد الاختلاف داخل الحكومة ماذا هي حكومة التحالف ما كينش واحد الرأي مستقر طبيعة الحال كما عرفتوا السيد بابلو إيجليسياس دائما كيف فجأهم يعني من غير تالعلاقات المغربية الإسبانية كنهضرو حتى على أمور هنا داخلية ديل إسبانيا بحل مثلا أمور على القصر الملاكي يعني بزر ديل الأمور كيخرج بتصريحات اللي كتكون جريئة وهنا قتحرج الحكومة الإسبانية وهذا رأي معروف يعني داخل إسبانيا معروف هذا الأمر هذا يعني هنا الملك جاب واحد الرسالة صريحة للديبلوماسية المغربية على أن الدولة الإسبانية متاحة لمناقشة الأمور اللي كتجمع ما بين طرفين ما بين الدولة المغربية والدولة الإسبانية في أقرب وقت يعني الكورة عند المغرب حاليا كنقوله قدروا نقوله بأن الكورة عند المغرب هي لخصة تقرر وتعرف الموقف ديلها تجاه دولة الإسبانية وتنزل يعني إما تناقش معها فعلا إما تاخد موقف للعلم سفيرة المغربية في إسبانيا لا زالت في المغرب مازال ما كنتش تصريح على السدعاء السفيرة ولا تش تصريح رسمي ولكن السفيرة غادرت التراب الإسباني يعني منذ مدة ومازال ما رجعتش يعني كنسينوا الرجوع ديلها بطبيعة الحال ونعرفوا أشواقع بالضبط يعني مازال أمور ما واضحاش بالضبط ولكن هنا في هذا الميصاج هذا ما قدر نقول لكم أنه مدام بدأ بالمغرب يعني المغرب والجزائر وتونس يعني الميصاج غادي وواضح للدولة المغربية بأنه خاص حوار يكون ما بين دولتين وهو مهم بزاف للعلاقات الدبلوماسية المغربية الإسبانية وفيه بزاف ديال منفعة للدولة الإسبانية قبل الدولة المغربية أما بالنسبة للخبر الثاني الإخوان وهو ما قالت بالضبط للوزيرة الجديدة وزيرة الصحة كارولينا داريس غادي بقوا تسمعوا هذا الاسم مؤخرا بزاف لأنه فعلا الحقيبة الإدارية ديالها مهمة بزاف هذ الأيام هذي وغادي نشوفها شنو قالت بالضبط على اللقاح اللي فعلا إسبانيا قتعاني من نقص في اللقاح ولمن يعني كسرت المسؤولية في هذا الأمر هذا وكذلك هضرت على الناس اللي كي سبقوا الموعد ديال اللقاح ديالهم كمما ترى في الجيش الإسباني كمما ترى في العديد من الإدارات اللي يتاب على الوزارة الصحة اللي يمن دوبيات الصحة في عديد من المناطق بحل مثلا سبتا بحل مثلا مورسيا بزاف ديال المناطق اللي سبقوا اللقاح وشنو الخطاب اللي وجهت لدي الناس هذو وكذلك شنو الأمر اللي المسؤولية اللي حملات الاتحاد الأوروبي بخصوص استنفاذ اللقاح في إسبانيا للعلم أن مدريد مؤخرا حبست الحملة ديال اللقاح ديالها لأنها ما عندهاش يعني تباش تدير الدوسيس ثانية للناس اللي استلموا اللقاح الدوسيس الأولى فهنايا يعني بنسبة لأول حاجة لدك الأمر ديال يعني أنك تلقظ الموعد ديالك يعني تسبقح بحكم أنه عندك واحد المنصيب ولا قاتلهم هذا أمر غير أخلاقي وأي واحد دار هذا الأمر هذا إلا وسيعاقب عليه شكل ما بغي يكون كان في الجيش ولا في فين ما بغي يكون ولا في الرئاسة ولا فين ما بغي يكون يعني ما كان شي واحد اللي غيفوت ينقز على ناس خورين اللي هما محتاجين له أكثر وقاتلهم بأنه كما تفق المجتمع الإسباني كامل تفق على أن الناس الأكثر ضعفا هم اللولين يعني يخصهم يتحتارموا يتحتارم وأي واحد يعني ينقز هذا الأمر هذا إلا وسيكون سيتستمموا عقابته يعني بالسرق ديال السيقالات شفناها مؤخرا من مناصب عليا بسبب هذا الأمر هذا يعني كانوا واخدين الأمر ما كانوا شو واخدينه بجدية فهنايا يعني جاتوا تحت لهم الأمر لأنني ما كانش اللعب في هذا الأمر هذا غيكون ذاك الشي بنظام هدرت على كذلك الاستنفاذ ديال اللقاح بسفة عامة وهنا حملت المسؤولية الاتحاد الأوروبي لأنه هو اللي كي يحكم في هذا الأمر هذا وهو اللي كي سنين الحقود وهو اللي كي ديرت الأمر هذا كامل حملت له المسؤولية وقاتلية بأن هذا مش شي يعني أمر يعني إن قد نستهنوا به ولكن هو أمر مهم اللي خص فعلا هذا اللقاح يوصل للناس الأكثر ضعفا والأكثر مواجهة للوباء يعني بسفة عامة بحكم العمل ديالهم بحكم أمر أخرى هذي هي هذا هو الخروج الإعلامي ديالها وإن شاء الله بإذن الله قد نوافقكم دائما بآخر الأخبار متمند الأخبار تكون لقاتتكم ونشوفكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال ونشوفكم إن شاء الله فيديو أخر ومضع أخر تكونوا في أحسن الأحوال دون تفير رعاية الله السلام عليكم